السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة عالم عواطف أتمنى تكونوا بخير و على خير و بأحسن الأحوال و انتم لم تشاهدوا الفيديو اليوم سنشارك معكم ساندويتات أكثر من رائعة كيجي و إلداد بثاف بثاف و كيف العادة المكونات بسيطة و طريقة ولا أسهل ندوزوا مباشرة باش نشوفوا المراحل لتحضير ديال البصفة أول شيء سنوجدوا العجين سنحتاجوا فيها حبة كبيرة ديال البطاطا اللي خديتها و نقيتها و قطعتها مكعبات صغيرة باش تسلق لي بزربة باش بزربة طيب المهم اللي سلقتها و صفيتها مباشرة و هي مازالة سخونة سنخدمها بهذا الشكل كيف ما كتعرفوا بطاطا مليكة بردرها كتولي قاسها غير طيب صفيتوها دوزوا مباشرة خدموا بيها أنا درت حبة وحدة اللي كبيرة وتقدروا تديروا حتاجوا حبات متوسطين كنخدمها كم زيان و من بعد غادي نضيف ليها كأس ديال الحليب أنا الكأس اللي غادي نضيف ديال الحليب كان عندي فتلاجة إما تديروه بارد أو يكون بدرجة حرارات الغرفة حيث بتاتا رها سخونة بثاف و كان ضيفو الحليب تيكون هكا بارد يلا كيولي عندي الخليط دافئ كان ضيف لو القليل من الحليب و كان خلطه من بعد غادي نضيف الكيمياء اللي بقات عندي في الكأس كلها و نخلط مزيان حتى كي نساجموا هنا مليك نخلط غادي نقلب الخليط إلا لقيت ودافئ غادي نضيف خميرات الخبز لقيت الخليط سخون غادي نتسل نحتي واللي دافئ عاد نضيف الخميرة لأن الخميرة ديال الخبز إلا ضفناها في خالة اللي سخون بثاف غادي تفسد و غادي يبشي المفعود دياله و غادي تفسد لنا العجين ضفت ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز مع ملعقة صغيرة من السكر حبيبات و خلط المكونات من بعد غادي نضيف ثمانين ميلي ديال زيت الزيتون أقل من نصف كأس هذا زيت الزيتون خديته و درت فيه هكا كتشوفوا معايا إكليل الجبل كنت مرقدة فيه من قبل إكليل الجبل حتى يطلق دك المدق دياله في الزيت إلا كان متوفر عندكم هكا تريدوه ما كانت عندكم مشكلة تقدروا ما تديروه كنخلط هذه المكونات مزيان أنا هنا غادي نخلط بالميكسر مزيان حتى ينسجموا هذه المكونات وتقدروا هذه المرحلة اللي أولا تديروها كلها في الخلاط الكهربائي في الكأس ديال الخلاط الكهربائي تقدروا جميع المكونات بطاطا مع الحليب مع الخميرة كل شيء و تطحنوه حتى تطحنو هذا السائل و تفرغوه في البول و تبدأ و تضيفوه في الدقيق الأبيض من بعد تفتوه معايا ما اللي طحنت مزيان درت الدقيق مع ملعقة صغيرة من الملح و سوف نخلط في الأول خلطوه في فرشاته حتى تبدأ تشكل عجين و تكملوا بيدكم كتبقوا و تضيفوه في الدقيق الأبيض تدريجيا حتى ستحصلوا على عجين بهذا القوام هذا كتبقى تلتسق في اليدين كتبقى ضرورة شوية خفيفة كتبقى تلتسق في اليدين ما تكون شتقيلة و أنا أخذت ليها بالضبط 500 جرام ديال الدقيق الأبيض و انتم ما غادي تشوفوا على حسب النوعية ديال الدقيق اللي عندكم العجينها كدرتها في البول و دهنت ليها الوجه ديالها بالقليل ديال زيت الزيتون و غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي و تديروها في علبة بلاستيكية و تغطيوها بالغلاقة ديالها سوفو غادي نخليها كتخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها دائما المدة كنقول لكم على حسب الجودة براه الجو سخون بزاف 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 بخمرات ملي خمرات كنكمل أططح دير غادي نحط فق سطح العمل و غادي نفرغ منها الهواء اللي تشكل فيها و مباشرة غادي نقسمها لكورات انا هاد الكيميه هذي قسمتها الثمانية ديال الكورات و غادي تشوفو انتوما معي الحجم ديالهم قدس جوم اللي طابوا و انتوما غادي تختاروا بغيتو كبر منهم ولا صغر منهم غادي بقاليكم الاختيار غادي نقسمهم بهذا الشكل هادا اذا حسيتو بالعجين ديالكم كتلتسق شوية في اليدين نستعملو زيت الزيتون باش هكا تقدروك تتحكمو فيها بكل سهولة شكلت هنا الكورات و غادي ناخد صفيحة ديال الفورن و فرش فيها الورق إلا ما كانش نتوفر عندكم الورق دهنو الصفيحة ديالكم بالزيت مزيان غادي نحط الكورات ديال بالعجين و غادي نبسطهم باش غادي نبسطهم ضروري زيت الزيتون هادا الوصفة كتحتاج لزيت الزيتون و غير ما تخافوش منو ديروه راه كيجيو اكتر من رائعين كيجيو لداد بزاف كنبقا كندهن اطراف الاصابع ديالي بزيت الزيتون و غادي نبسطهم بهذا الشكل من اللي كان نبسطهم ما غاديش نرققهم بزاف باش ما يجونيش من بعد درقاق بزاف نبسط غير شوية القياس كيف ممكن تشوفوا معي في الفيديو و من اللي غادي نبسطهم غادي نخليهم حتى كي يخمروا لمرة تانية عاد غادي نكمل تحضير فهاد المرحلة هادي راه كانوا خمروا هنا غادي نرجع عندي اللي هم اللي وجه ديالهم بزيت الزيتون انا زيت الزيتون راه بقى دياله في هاداك اليازير او اكلي الجبل من اللي كان دهلي هم بزيت الزيتون بزيان غادي ندير فيهم تقاب الاسباع ديالي بهذا الشكل و اللي عندها ليازير مجفف تدير دابا واحد الرشة من الفوق انا ما عنديش ليازير مجفف صافي كتافيت بهذاك اليازير تريلي كنتم رقدة في زيت الزيتون و غادي ندير من الفوق واحد الرشة دياله الملح الخاشن اللي متوفر عندها تديرو اللي ما متوفرش عندها ماشي دروري غير اضافة هادي سافو دابا غادي ندخلهم الفران باش غادي طيبو الفران سخن مزيان من قبل و في اللول كنشعل عليهم غير من التحت ميتين درجة حتى كي يبانوا لياش الدراسهم من التحت و كنزيد كنشعل حتى الفوق و كنتسنع عليهم حتى كيتحمروا و كنخرجهم هاد الوقيته غادي و غادي نوجد معاكم الحشوة في مقلاد درجة القليل من الزيت و خديت واحد الحبة ديال البصل اللي كبيرة مقطعها بهاد الشكل كيف ما نقولو احنا مشنفة غادي نخلي هاد البصلة غادي تشحر غير واحد شوية نزل و نزيد لي هاد صدر ديال الدجاج اللي درت معاه توم مفروم و معد نوس لمقطع رقيق الكيميا ديال صدر ديال الدجاج غادي تبقى على حسب الرغبة ديالكن و ضفت التوابل عندي الملح اللي غادي يبقى حسب الدوق الفلفل الاسود الفلفل الاحمر الحلو القليل ديال الهريسة او الاسوداني اللي كتبقى اختيارية الزنجبيل الكوركم و غادي ندير الكاري اللي متوفر عندها الديرو اللي ممتوفرش عندها تقدر تصغني عليه هو المدق دياله انا كيجيني الصراحة المدق دياله شوية قريب ديال راس الحانوت او المساخن معرفت شوش اللي بناس غادي يلاحظوا معايا هاد القادية ولكن انا كيجيني راه قريب شوية المدق ديال المساخن تقدروا تدير واحد راس معلقة صغيرة وورا سافي ودرت ملعقة كبيرة ديال المركز الطماطم و خليت هاد المكونات كيطيبه مزيان هنا راه قرر بيوجد مازال خاصة صغير واحد شوية و يكون واجد غادي نخليه كيطيب حتى يوقف هادك الدجاج كيواقف هادك الوصلة غادي نخلي صدر الدجاج كيكمل طيب دياله نرجع معكم هاد الخبيزات اللي كانوا طعبو خرجهم من الفران كيجي الشكل ديالهم محلقة كيجي ومحمرة لهم ديالهم مزوين بزاف وكيجي وخففوا المطاق ديالهم اللذي لا تشبعوش منه راه تاكلوهم بلاح تحوش ويعجبوكم بزاف و هاد الخبيزات هكا راه تستعملوهم عدة استعمالات كاكاسون دويتشات باي حالة متوفر عندكم ماشي ضروري صدر ديال الدجاج وستقدرو تستعملو استعمالات اخرى كيجيوا مع المشاوي رائعين بزاف انا كيعجبني نديرهم مع المشاوي جربوهم غادي يعجبوكم دابا غادي نرجع الهادك الصدر ديال الدجاج تكون هنا يصاف راه طاب وناشف و هادك البصلاره مكتبقاش بينا نهائيا كالدوب وكتعطي غير هادك كيجي ذك الدجاج معسل كيجي زوين بزاف سافي من اللي طب غادي ندير ملفق واحد الرشة ديال الجبن مبشور وليت ديروا جبن ديال صندويتش انا درتهم بجوج بغيتو هكي يجي فيه الفرماج بزاف درت هنا ايه واحد الرشة ديال جبن مبشور وغادي ندير حسا ديال صندويتش بهذا الشكل ومن بعد غادي نغطي المقلات بالغلاقة ديالها غير واحد شوية باش غادي دوب وصافيت يكون واجد اه كتكون الحشوة هنا هي سخونة رغير كتطفيوا عليها مش مشكل انكم تخليوا تطفيوا على المقلات ديالكم وتديروا الجبن وتديروا الغلاقة وراهكيدوا بغير بهاديك السخونية اللي كتكون مازالة هديك الحشوة سخونة وكندوس دابا باش هادي نبدأ نصيب الصندويتات ديالي كنفتح هذاك الخبز كنقسمه هكا على جوش وكناخد كيمية من هاد الحشوة وكنديرها بهذا الشكل انا غادي نزيد اضافة من الفوق ديال البصلة البصلة اللي كتكون مقلية انا ما مصيبهاش في الدار انا شاريها واجدة كيجي المدق ديالها زوين في الصندويتات واللي ما متوفراش عندها ماشي ضروري غير اضافة كتبقى اختيارية وتقدرو تديرو حتى بطاطا اللي اتاخدوها وتقطعوها رقيقة وكتقليوها وكتديروها فوق هاد الحشوة هادي كتديرو هاد صدر ديال التجاج فوق منه كتديرو هادك بطاطا اللي مقلية ولكن قطعوها تكون رقيقة بزاف شي مرة ونشاركها معاكم في شي شكل ديال صندويتش اخر سوفو الشكل دياله من الداخل كيجي بحالك كيجي صراحة كيجي بنين بنين بزاف وهاد الحبز رائع المهم جربوا الوصفة كيف ما شفتوا معايا المكونات اكيد انها متوفرة في كل بيت وما كياخدوش وقت نهائيا هنا صافيره واجد كنتمنا تكون عجباتكم الوصفة ديال اليومه وكنتمنا انكم تشربوها وشاركوا معايا تطبيقات ديالكم بزاف ديال ابنتكي شاركوا معايا تطبيقات ديالهم في الانستغرام غتي نخليليكم الانستغرام ديالي التحت غادي تلقوه وخليتلكم الهنا ورحت البال وان شاء الله نتلقى في وصفات اخرى اشتركوا في القناة